الان حكينا انه اليوزر انترفيس ثريد الثريد الخاصة بالعناصر اللي في اليوزر انترفيس غلط اني احط فيها اكواد بتاخد وجه طويل وتأثر على الثريد في انها تعطل الشغلات اللي لها علاقة باليوزر انترفيس فلازم احطها في ثريد تانية اللي هي ثريد جديدة انشأناها بمصطلح اخر بنسميها الوركر ثريد فصار عندي يوزر انترفيس ثريد واحدة او المين ثريد وجد ما بدك من الوركر ثريد ممكن تعمل واحدة انتين تلاتة على حسب شو بيلزمك طيب هل الموضوع هذا مفتوح إلي يعني هل الأفضل بما أنه أنا بحكي أنه دايماً للثريد بتنفس بشكل شبه متوازي يجبأ المنطق البسيط اللي أي واحد بفكر فيه أنه خلص يجبأ أي كود أنا بديه بعمله في الثريد جديدة فبخلي البرنامج أسرع ما يمكن هنا حكالك لأ بدك تمسك العصاية من الوسط لا أنك تعمل الثريد واحدة ولا تفتحها على الغربي تعمل الثريد كتير ليش؟ لأنه فعلياً لثريد هاي الأكواد اللي موجودة فيها لثريد هاي ما بتقدر تغير فيها أو توصلها يعني كل ثريد إلها عمليات خاصة فيها مثلاً لثريد الأولى فيها أكواد برمجية فيها لوب برمجية مثلاً آي من واحد لألف لثريد الثانية بدها تطبع مثلاً قيمة الآي ما بنفعش بالشكل المباشر ليش؟ لأنه هاي أكوادها أو عملياتها منفصلة على الثريد هاي بالتالي لازم أعمل كوميونيكيشن أو تواصل بين الثريدس عشان أنفذ البيانات أو أوصل للبيانات اللي موجودة في الثريدس منفصلة إذن بالشكل البداي ما بنفع أنه الثريدس توصل للبيانات اللي موجودة عند بعضها فعشان هيك لازم أكون حريص وأنا بتعامل مع موضوع الثريدس هيوضح الكلام هذا أيضاً من خلال التطبيق الآن بدي أرجع على البرنامج اللي أنا بشتغل عليه وبدي أجرب أعمل طريقة تانية لشغلة بتاخد وقت اللي هي في عندي كلاس للثريد نفسه اللي احنا تعرفنا عليه فيه بداخله مثود اسمها سليب مثود السليب هاي عبارة من اسمها بتنيم للثريد اللي انت موجود فيها يعني هاي المثود وين ما تستدعيها هذا الكود خليني أشيل كل موضوع للثريد اللي موجود عندي وارجع لك من الأول لو جيت في أي مكان عندك حكيت ثريد دو تسليب وحطيت له الوقت اللي بدك يا بالميلي سكند الميلي سكند كل سكند ألف ميلي سكند فلو حطيت له خمس ثلاف معناته هيعمل سليب خمس ثلاف ميلي سكند يعني خمس ثواني ثريد دو تسليب بتنيم لثريد اللي هي موجودة فيها لمدة خمس ثواني أو المدة اللي انت بتحددها هنا وين ما تستدعيها تستدعيها طيب بدأسألك سؤال سريع لما كتبت السطر هذا جول أوني كليك لثريد دو تسليب هتنيم مين خمس ثواني اليوزر انترفيس ثريد مية في المية صحيح كلامك ليش؟ لأنه هذا الكود موجود ضمن اليوزر انترفيس ثريد اللي هي الافتراضية أو المين ثريد طبعا هنا لثريد دو تسليب لازم تعملها تراي وكاتش عشان تعمل انترابتد اكسبشن فاحتياط بنعمل تراي كاتش للموضوع الآن أو ثروز الآن اللي ثريد دو تسليب هاي فعليا هتوقف البرنامج لمدة خمس ثواني طب تعالي نجرب هذا فعليا نفس الكلام اللي قبل شوية يعني هذا برضو بمثابة كود مكان عملية بتاخد واجد طويل بس أنا عشان ما اكتبش أكوات طويلة لتحميل ملف وأشياء تانية حطط لك الجزئية هاي بس عشان يتضح المثال فقط أما مكان اللي ثريد دو تسليب ممكن تحط اي كود بياخد واجد طويل هاي الزر اضغط كليك هاي علج هلجيت بعد خمس ثواني هتلاقي الشادو راح لأنه الرجع يتفعل تاني هاي راح شفيت كيف فهاي علج خمس ثواني بعدين رجع تاني خلال الخمس ثواني هادي اليوزر انترفيس ثريد كلها علجت ما فيش اي شغلة في اليوزر انترفيس ثريد راح تستجيب اليك خلال فترة لثريد التسليب هايو اضغط اضغط عليه مرة تانية ما بيستجيبش اليك متى هيستجيب اليك بعد ما تروح الضغطة الاولى تمام هايو ضغط الضغطة التانية طبعا حفظ الضغطات هو وهلجيت هيدغطهم واحدة وراء واحدة عبل ما يخلص الان هاي فكرة لثريد التسليب اذا نفس الكلام انا بامكاني اعمل ثريد جديدة نفس لثريد اللي كانت قبل شوي لثريد اللي كانت هنا لو حطيت جواتها ثريد التسليب بالشكل هادا هتعمل سليب مدة خمس ثواني ولكن السليب في الحالة هاي لامين ايوة بالزبط السليب في الحالة هاي للثريد اللي اسمها تي واحد لانه هذا الكود موجود جوه لثريد اللي اسمها تي واحد بالتالي فعليا هو هيعمل سليب للثريد طيب هل اليوزر انترفيس ثريد عمل سليب للوركر ثريد هل اليوزر انترفيس ثريد الاصلية او المين ثريد هتتأثر في الموضوع ولا لها اي علاقة في الموضوع مش رح تتأثر ابدا ليش لانه انا بعمل كود في ثريد منفصلة تعالي نجرب اعمل كليك جد ما بدك اعمل كليك على السريع هو فعليا بشغل ثريد جديدة يعني هو لما انت ضغطت على الزر رح شغل ثريد هدي وسابها مالهوش دعوة لو فيه كود تاني هيكمله يعني لو اي عملية بدك تعملها بعد هيك بامكانك تعملها بسهولة لانه هيكمل مباشرة هيشغل هادي وهيسيبها هتشتغل بالتوازي لو فيه واحدة وراها بعدها مثلا ثريد اتنين على السريع هيروح يشغل ثريد اتنين ويسيبها ثريد تلاتة ويسيبها خلاص وبيكمل كوده عادي يعني اي شغلة موجودة بعد هيك لو في عندك بعدها جملة طباعة جملة الطباعة هذه هتتنفذ ملاش اي علاقة في الثريد الاولى والثريد التاني هتتنفذ في اليو اي ثريد ليش لانه فعليا شغل هادي وشغل هادي وخلاص مهتمش فيهم يعني مش رح يستنهم عبر ما يخلصوا على السريع بيشغلها وبيروح بينفذ الكود هادا بغض النظر انه خلصت شغلها ولا ما خلصت ازا هاي الفكرة من اللي ثريده التسليب طب انا الان بدي اعمل مثال بسيط عشان اوضح لك الصورة بدي اروح اسحب تكست فيو على الشاشة تكست فيو هاي بدي اسميها مثلا تي في ايه ريزلت مثلا التكست فيو هادا بدي اخليه فوق البتن في وسط الشاشة طيب ممتاز جدا التكست فيو هادا بدي اروح اعمل له انفلات تكست فيو هنا تكست فيو فايند فيو باي اي دي ار دوت اي دوت تكست فيو ريزلت وبدي ااجي احكيله اعمل لوب على سبيل المثال بدي اعمل فور انتجر اي بتساوي زيرو اي اقل من خمسة اي بلص بلص شو هاي الفور بتلف من سفر لخمسة مية المية من سفر لاربعة تمام جوا الفور ايش بدي اروح اعمل بدي اعمل سريد دوت سليب نفس الكود اللي تو بدي اقول له سليب ثانية فعليا الفور هاي هتنفز الكود هادا اكم مرة ممتاز خمس مرات يعني هيعمل سليب خمس سواني السانية الاولى التانية التالتة الرابعة الخامسة بعد كل سانية بدي اروح اغير التكست فيو بدي اقول له تكست فيو دوت ست تكست اللي هي قيمة الاي فعليا ايش اللي هيصير عندي في الحالة هاي فعليا اللي هيصير هتبدأ الفور اول ما اضغط على الزر هيروح يعمل تي واحد وبعد هيروح يشغلها اول ما هيشغلها هيفوت ينفذ الكود هادا الكود هادا هيلف من اي تساوي سفر لخمسة يعني خمس مرات هيعمل اول مرة سليب ثانية بعدها المفروض ياخد قيمة الاي ويحطها في التكست فيو يعني بعد ثانية هيخلي قيمة الآي سفر. الثانية التانية هيخليها واحد. الثانية التالتة اتنين تلاتة اربعة. هاي اللي هتعمل فعليا الفور هادي. اول ما بدي اشغل التطبيق المفترض هيك المنطق بيقول انه يشتغل بالشكل هذا. لكن انا بتوقع انه اول ما اضغط على الزر يصير في عندي اكسبشن. خلينا نمح اللجات عشان نشوف ايش اللي بدي يطلع مع نا. هاي المفروض لما اضغط كل ثانية يغير قيمة التكست فيو بالرقم الاي. اضغط كليك. شو سوى? عمل اكسبشن وقف البرنامج. طب تعالي روح نشوف شو الاكسبشن اللي صار معايا. اجا في الاكسبشن طلع لك only the original thread that created a view hierarchy hierarchy can touch its views. ايش معنا الكلام هذا? قال لك بس. نفس الكلام يا جعفر اللي انت حكيته قبل شوية. اللي هو هاي ما بتنفعش تتواصل مع هاي. طيب كيف صارت القصة هادي? تعالي يا زعيم. انت الان جوة مين? الكود هذا فعليا جوة مين? جوة لثريد تي واحد. انت حضرتك من جوة تي واحد قاعد بتقول له غير على التكست فيو. ايوة انت بتحاول التعديل على قيمة عنصر موجود في اليوزر انترفيس ثريد من الوركر ثريد. وهذا ممنوع يا زعيم. طيب ايش اعمل? قال لك بسيطة. في عندي حلول? ايش الحلول هادي? قال لك هادي الحلول متاحة اليك بس كل واحدة الها تفاصيلها. كيف يعني? قال لك لو بدك تتواصل بين تو ثريدز في عندك شوية طرق. طريقة الاولى في مثل اسمها رن نيو آي ثريد. هاي الطريقة تستخدم ازا انت من ووركر ثريد بدك تنفذ كود في يوزر انترفيس ثريد? مش فاهم. الكود هادا ممنوع انك تنفزه مباشرة في ووركر ثريد. نقطة وسطر جديد. طيب ليش? لانه كود اساسا موجود لانه العنصر الاساسي اللي بتعدل عليه موجود في اليوزر انترفيس ثريد. فلازم هدا الكود يتنفذ في اليوزر انترفيس ثريد. طيب ممكن واحد يعمل حاله صاحب يقول طيب ما باخد الكود هادا وبحطه هنا. صح ولا لأ? هادي اكبر جريمة بتعملها في تاريخ البرمجة. ليش? لانه انا حكيت لك انه انت بتشغل لثريد هاي. فعليا الكود هادا هيتنفذ قبل الكود هادا. ليش? لانه فعليا هو شغل هاي وسابها. هاي موجودة صحيح جوة اليوزر انترفيس ثريد ولكن اشتغلت مباشرة قبل ما تخلص قيمة الاي او قبل ما يقعد يعمل سليب او قبل ما يفوت اصلا على الفور. لانه هاي فعليا شغلت لثريد ومشيت ونفزت الكود هادا. فصاروا كأنهم التنتين بالتوازي بيشتغلوا. يعني هاي بتشتغل وهاي بتشتغل. فكيف انت بتحاول تطبع قيمة لشغلة اصلا لسه ما خلصتش عملياتها. فهنا القصة. يعني قبل الثانية الاولى هادا هيكون انطبع. فلازم هادا فعليا يكون موجود جوه الفور. بس في نفس الوقت انا بدي اياه يتنفذ في اليوزر انترفيس ثريد. يعني في نفس الوقت بدي اياه في الوركر وفي نفس الوقت في اليوزر انترفيس. ايش بسوي? جال لك فيه مثود بشيل الكود هادا. فيه مثود اسمها رن. موجودة وحلوة وبسيطة وجهزة عندي. بحط جوها زي ما عملت في الثريد. وبكتب الكود اللي بدي اياها. اللي بدي اياه اللي موجودة عندي. فعليا ايش اللي انا عملته? ايوة اللي انا عملته يا سيد العزيز. طبعا هنا الخطأ هادا عشان مش معمولة فاينل. بغيره في متغير بعمله كبي في متغير فاينل عشان انا بتعامل معه من جوه انترفيس غير الانترفيس هاي. ففعليا اللي انا بعمله حاليا شوه بالزبط. انا بقول له الكود هادا هيشتغل في صحيح ولكن لما توصل للجزئية هادي روح شغلها اللي وين? في اليو اي ثريد. هادي بتاخد منك اكواد في مثل اسمها رن في رنب الانترفيس وبتشغلها في اليوزر انترفيس الثريد اللي هي الثريد الاصلية تاعت البرنامج. يعني زي اللي بترجع بتحقينها تاني هناك وبتشغلها. ففعليا في الحالة هادي انت في السيف صايد. كأنك بالزبط قلت له بس تخلص السليب تبعتك. روح اعدلي على القيمة هادي بس عدلها كأنك يوزر انترفيس الثريد مش كأنك ووركر الثريد. اضغط كليك الان هيها سفر واحد اتنين تلاتة اربعة هايمشي معك طبيعي ليش لانه فعليا انت شغال بشكل سليم مية في المية. اذا الطريقة الاولى انك من خلال استخدام مثل اسمها رن اون يوزر انترفيس الثريد تكتب جوتها الكود اللي بدك تنفزه في اليوزر انترفيس ثريد. طيب هل هادي بنفع تستخدم لو انا عندي ثريد واحد بدي اشغل كود فيها في ثريد اتنين لأ هاي بس في اليوزر انترفيس ثريد يعني من ووركر ثريد بدك تشغل في اليو آي ثريد بتستخدم هاي الميثود. طيب لو حابب اني اشغل من ثريد واحد كود في ثريد اتنين بدك تعمل هاندلر وبدك تستخدم طرق تانية هنشوفها بعد هيك.